السلام عليكم ورحمة الله صغار الأعزاء أتمنى أن تكونوا بخير وفي حال أفضل اليوم سنشتغل على نشاط في القرآن الكريم وقيم وعبادات سنبدأ أولا بالقرآن الكريم إذن آخر صورة كنا في صدد حفظها هي صورة المسد وكنا في المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحفيظ سأقوم الآن بترديد الصورة وأنتم تتبعوا معي إذن صورة المسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أعيد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العادي إذن أطفال الأعزاء ستقومون بحفظ الصورة جيدا وستستظهرونها علي لاحقا إن شاء الله سأترك لكم رابط لصورة المسد مكررة من أجل حفظها الآن سنمر إلى نشاط قيم وعبادات عنوان هذا النشاط هو الاعتناء بالنباتات والحفاظ عليها إذن من أجل الاعتناء بالنباتات يجب علينا إذن أعزاء الأطفال للحفاظ على النباتات والاعتناء بها يجب علينا أن نقوم بسقيها باستمرار أيضا تنقيتها من الحشائج الضرة الحشائج الضرة مثل هذه مثلا لأنها تضر بالنباتات وتبطئ من نموها أيضا يجب وضعها في مكان فيه هواء لأن النباتات مثلها مثل الإنسان تحتاج إلى الماء والهواء والتغذية لذلك يجب علينا وضعها في مكان فيه هواء أيضا وفيه أشعة الشمس كما أن الاعتناء بالنباتات في المنزل يعطي للمكان منظرا جميلا يوحي بالاستقرار والراحة لذلك أطفال الأحبة يجب عليكم الاعتناء بالنباتات الموجودة في منازلكم لأن لها فوائد كثيرة جدا إذن أطفال الأعزاء كما ذكرت للاعتناء بالنباتات يجب علينا سقيها دائما تنقيتها من الحشائج الضرة ووضعها في مكان به هواء وتطل منه أشعة الشمس كما أن وجود النباتات في المنزل يعطي للمكان جمالي ومرونقا خلابا لذلك احرصوا على الاعتناء بها داخل منازلكم إذن ستأخذون معي هذه الورقة من ملف المشروع التربوي السابع فصل الرابع ستوقمون بكتابة الإسم والطاريخ كما عبادة الاعتناء بالنباتات وستقومون بتلوين هذا الرسم أعتني بالزرع هنا نلاحظ فتاة تقوم بالاعتناء بالزرع أي بالنباتات بالنباتات وستقومون بإنجاز الصفحة الأخرى أيضا أسقي النباتات أسقي النباتات كذلك ستكتبون الإسم والطاريخ وستقومون بتلوين هذا الرسم هنا أيضا نلاحظ ولدا يقوم بثقي النباتات ألمرجو منكم تلوينها تلوينا جميلا والابتعاد عن الألوان الغامقة إذن أعزائي الأطفال نشاطنا انتهى ألقاكم في نشاط آخر إن شاء الله وفقكم الله وراعاكم إلى اللقاء